السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكل متابعين قانيتي الكرام النهاردة هنعمل بعجينة السيراميك حلق شيك جدا زي ما انتم شايفين التكنيك بتاعه سهل جدا هيعجبكم بجد اسهل حلق ممكن تعملوا الحلقان دي على فكرة مطلوبة جدا الناس كتير بتحب الشغل ده مختلف ومش موجود لانه طبعا هند ميد فهنعمل نهاردة الحلق ده بتكنيك سهل وبسيط ان شاء الله يعجبكم لو عاوزين شوفوا الطريقة شوفوا الفيديو للاخر وان شاء الله تستفيدوا معي طبعا احنا الحلق ده من ضمن كورس عجينة السيراميك بدأنا باول حاجة الفيديو ده اول فيديو تعليمي بسيط جدا هنبدأ خطوة خطوة لحد منعمل اشكال كتير جدا سهلة وجميلة في الاكسسور اتمنى ان انتوا لو بتتابعوني دايما تشجعوني باللايك وكومنت والشير لان ده فعلا بيفرق معي وبيساعدني ان انا اعمل محتوى افضل وان انا اقدملكو كل ما هو جايب ولو اول مرة شوفوا الفيديو ده اعملوا سبسكرايب حيلا وفعلوا القرص عشان تشوفوا كل محتوى القناة المتنوع بفيديوهاته سواء تعليمية او صفات اكل ان شاء الله كل حاجة تنول اعجبكم اول حاجة انا معي طبق كده حط عليه ورقة مطبقها على اربعة معي كريم بعد كده معي عينة السيراميك طبعا معي نشابة معي ادوات تنقيط هنستخدمها في التخريم النهاردة عشان نعمل اخرام اللي بنركب منها الشغل اخترت المقاس ده بعد كده عندي الوان مايكا دي تلت درجات اللي انا عملت بيها حلق النهاردة طبعا النهاردة الاعتماد على الوان المايكا بصوا بعض العلبة دي كان اوردر طلبته قطعات حلقان من جروب اسمو بلو لو تعرفوه على الفيسبوك دي اشكال كتير للحلقان هنعمل بيها فيديوهات ان شاء الله وتشوفوا الشكل النهائي بتاعها ونعمل افكار حلوة جدا للحلقان لان زي ما انتو عارفين ان الحلقان من عجينة السيراميك او السلصال الحراري مطلوبة فعلا في الفترة الاخيرة الناس بتحبها جدا انا هستخدم بصوا يعني النهاردة حاجات مختلفة مش طقم واحد انا اخدت من المدور المقاسين دول ومن الشكل ده هختار المقاس الصغير لاني حابة اعمل تصميم زي ما شفتوه في اول الفيديو شكله كده يعني مختلف وجميل فانا النهاردة استخدمت طقمين اطاعات اخدت من كل طقم الحاجة اللي انا عاوزها هرتب الاول بالشكل اللي انا حبه يعني انا مثلا عاوزة الشكل كده فهبدأ ان انا خلاص رتبت هبدأ اشوف كل قطعة عاوزها لون ايه وبابتقي ان انا ااخد قطعة عجينة اول حاجة انا اخدت اللون الفاتح بصوب اخد حاجة كده بصيطة عليها وبتقي ان اعجينها كويس اول مايكوب جد الايفكت بتاعها حلوة قوي بتدي الوان فاتحة وجميلة طبعا نراعي ان عجينة السراميك لو لوناها اي لون بعد لما بتنشف اللون بيغمق الزيادة alarots دايما نراعي ان احنا نفتح اللون واللون يبقه معنا فاتح لانه هيغمق كده دي有一ième حاجة اللي هعمل بيها الدواير الصغيرة بصو اللون حلو جدا مش قادر قللكو جميل ازاي هبدأ ان انا افرد بالنشيك بتاعتي طبعا بنفرد السمك اللي احنا عاوزينه وانا حسيت ان هو كده تمام بصوا بقى ببدأ ان انا اجيب له مايكة طبعا بفرشة لو عندكم تمام انا عايز يعني احنا ابسط الامكانات بصوبعي كده ببدأ ان انا اوزع لون المايكة عليها لان انا عاوز افكت الياب تلمع فيها لامعة بصوا بالطريقة دي بجد رائع جدا نبدأ بقى بالقطعات الدوائرة الصغيرة اول جزء في الحلق نبدأ ان احنا نخرجها كده بكل بساطة تمام يبقى دي اول قطعة بعد كده بنقطع الدايرتين من نفس العجينة عشان يبقى بصنقهم واحد فاحنا كده خلاص قطعنا الاثنين بصوا الايفكت بتاع اللون المايكة رائع جدا دي طبعا هنحتفظ بيها دلوقتي نغلفها في كيس ونشلها على جنب عشان هنحتاجها تاني تمام نيجي بعد كده للا خلاص احنا كده شلناها بصوا بقى انا هنا طبعا لازم اخرم بصوا بقى الادات التنقيد هي اللي بتفيدني في حتة التخلين انا بضغط وابدأ اضبط بس علشان مكان ما هركب الحلقات بعد كده فاحنا لازم نخرم امل قبل لان طبعا عجينة السراميك لما بنسيبها بتنشف هيبقى صعب ان انت تتعامي معيها فكل المعلومات اللي بقولها في الفيديو النهاردة هتفيدكم بجدف بعد كده في كل شغلكم يبقى اهم حاجة لو هنعلق اي قطعة من شغل عجينة السراميك بنخربها وهي طرية بنستناش تنشف بصوا بقى بروس حكتي على ورق بالطريقة دي ابدأ دي تاني قطعة هشتغل بيها فهي اخد قطعة عجينة تانية هلونها بلون برضو تاني لان انا النهاردة شغلها ثلاث الوان اخدت الدرجة دي هبدأ اعمل بيها قطعة اللي في النص وطبعا لازم نعجينها كويس مع بعض كده بصوا بكد الالوان بتاعت المايكة حلوة قوي الفيديوهات الجاية هنستخدم الوان تانية كتير ان شاء الله الفيديو اللي بعد ده في كورس عجينة السراميك هيعجبكو جدا هنعمل شكل مجسم كده سهل وبسيط اي حد يقدر يعملو ممكن تخلي ولادك كمان يعملو يعني هيتعلموه بكل سهولة فتابعوا كورس عجينة السراميك الفيديو جاي هيعجبكو جدا ويرب برضو الفيديو ده يكون عجبكم وتكونوا استفادتوا منه تعملوا حلقين بقى حلوة وشي كده وروشة وحاجات مختلفة سواء لنفسكم او كمشروع بقى بزنس بتاعكم بصوا بردو نفس الطريقة من نفس اللون اللي عجنت بيه هبدأ ان انا اخد كده بصبعي وابدأ ان انا اوزعه على العجينة طبعا قلنا لو عندك فورشة تمام ولكن انا بحس ان انت لما تعملي بايدك احلى بصي اللمعة طفا تمام هبدأ بقى اجيب القطع بتاعتي وابدأ ان انا اقطع القطعتين احنا طبعا حلق فمعنا كده ان كل حاجات نقطعها اتنين بصوا الجمال بتاعها مش قادر لكم بجد تعجبني جدا اللامعة بتاعة الوين المايكة طحفة الحلقة طبعا زي ما شفتو قول فيديو كان رقع بجد طحفة يعني ان شاء الله يعجبكم طبعا العجينة زيادة بنشيلها لان احنا هنحتاجها بعدين ونبدأ زي ما اتعودنا ان احنا لازم عجينة السيراميك بنخرومها وهي لسطر انا هنا في النص عاوز اعمل خرمين خرم فوق وخرم تحت ليه لان اللي تحت هوصله بقطع تانية واللي فوق بوصله بالقطع الاولانية فبالتالي محتاجها خرمين فخلي بالكو في الحتة دي نحنا نحط ايدينا في الوسط بالزبط نعمل الخرمين فوق بعض بالزبط علشان لما نيجي نركب الحلقات تبقى الدنيا مظبوطة ما يبقاش في حاجة ميلة مثلا كده شوية وكده شوية لأ هيبقى فيه الحلق معوج فلازم الاخرام بتاعتك تبقى مظبوطة بالميلة فوق بعض فدي كانت اول قطعة بصوا خرمتها الخرمين فوق بعض بالزبط طبعا حاولي توسعي الاخرام شوية ليه لان عجينة السيراميك لما بتنشف بتكش فممكن الخرم يصغر معيك اللي احنا خرمناه تمام بصوا بقى دي كده اول قطعتين رصناهم نبدأ بقى للقطعة التالتة برضو هناخد قطعة عجين من عجينة السيراميك ونلونها باللون التالت لا هنا بقى انا كسلت الون باللون تالت اخدت اللونين الاولانين قلت عشان اعمل يعني تناصق كويس بين الالوان مش عاوزة لون مختلف انا عاوزة اعمل تناصق بين اول قطعتين فجبت القطعتين الاولانين حطتهم على بعض ببدأ كده بس ادخلهم في بعض شوية مش بعجين قوي يعني ولكن بدخلهم مع بعض شوية هنا السمكة حاولوا على قد ما تقدروا السمكة مبقاش رفيع قوي رفيع قوي لما هتنشفها تقوس منك مش هتبقى حلوة دي كده اول قطعة تاني قطعة برضو بنفس العجينة باعملها بسمك المناسب وابدأ ان انا اقطعها بجد القطعات دي حلوة قوي هنعمل بها حلقين تحفة هنعمل بها افكار كتير يعني مش هلقين بس بصوت دايرتين تحفة نيجي بقى برضو التكنيك بقى الاخير ان هو انا حابة ان انا اعمل ميكس بين الالوان بتاعة المايكة التلاتة في القطعة دي عشان يبقوا متناصقين وفيهم لون مختلف عن الاولانيين فبقيدي كده باخد لون لون ببدأ ان انا اوزعه على القطعة وطبعا نمسح بين كل اللون والتانية عشان يبقى مصبوط اتمنى ان انتو تقولولي رأيكم لما تشوفوا الفيديو للاخر الحلقة عجبكم ولا لأ حاسين شكلو شيكو هاديو ولا لأ حاسينو كم يحتاج داي حاجة تانية ولا ايه الاخبار يعني يقولولي رأيكم ولو الفيديو فعلا عجبكم وحاسين ان الحلقة شكلو شيكو تقدروا تعملوك كل سهولة فعلا ومش صعبة عليكم اعملوا لي لايك وكومنت واتمنى ان انتو تشيروا الفيديو والقناة عندكم عشان قناتي تكبر وتستمروا مجهودي ما يدعش فعلا واكبر بيكم باذن الله بصوا بقى هنا خلاص انا خلصت هبدأ بقى اجيب بالادة التنقيد وهبدأ ان انا اخرم المكان اللي هعلق منه فاتفقنا ان احنا بنخرم وياه طريقة ليه لان احنا اتفقنا ان اياه بتنشاف بالهوا انا بعد ما بخلص شغل برصه زي ما شفناه على الورقة كل ساعة كده بفضل ان انا اقلب القطع يعني مرة على الوش مرة على الظهر مرة على الوش مرة على الظهر طول اليوم طول ما انتي رايحة اعملي كده علشان لو سبتيها فترة طويلة في اتجاه واحد هتتيني وتقوص فانا كنت تولي اليوم مثلا رايحة جاية اقلبها مرة على الوش كل القطع ومرة على الظهر ارجعها تاني وهكذا لحد ما نشفت قعدت معي تقريبا يومين عشان احنا في جو حر وصيف فنشفت بسرعة في الشتاء بتاخد وقت يعني انا هنا خلاص بصوا هنا كانت نشفت وبقت صلبة قعدت معي يومين بالزبط بصوا ولا حصل تقوص ولا اتنت ولا اي حاجة ده علشان انا كل شوية رايحة جاية بقلب في القطع اخليها خلاص نشفت في اتجاه فباخد الاتجاه التاني اللي لسه طريفين شافوها كذا ده شكله كل حلق زي مصمار كده بنلزق فيه وده ايبوكسي لاصق بتبقى انبوبة بنشتريها من الناس اللي هي محلات البويات بيبقى عندهم الايبوكسي اللاصق ده بنبدأ ان احنا ننزلهم بيبقى انبوبتين بناخد من كل انبوبة كمية متساوية يعني بنحاول نزبط كمياتنا عشان اللي يطلع من هنا قد اللي يطلع من نحيات تانية بناخد كمية بسيطة جدا يعني احنا مش عاودين كمية كبيرة مجرد ان احنا هنلزق الحلق طريقة دي بصوا اخدت كمية صغيرة خالص بعد كده بخلط السنين كده هبدأ ان انا اخلط الاتنين مع بعض كويس لانهم انبوبتين مختلفتين ايو بي برضو بنبدأ نخلطهم مع بعض اللاصق ده قوي وحلو ويثبت الحلق كويس جدا ما يقعش مننا فهبدأ ان انا بصوا بحط حاجة بسيطة وجيب المصمور بتاع الحلق والزقه وبسيبه لحد ما ينشف تماما بعد كده نكمل تركيب الحلق بتاعنا يعني بياخد دقيق وينشف ما بياخدش وقت كبير فدي معلومات كده ان شاء الله تعجبكم ده الحلق المصمور طبعا فاحنا مخرمنوش من فوق عشان كنا هنركب ده تمام احنا هنستنيهم ينشفوا وباقي نركب باقي الحلق بتاعنا بطريقة سهلة جدا ان شاء الله تعجبكم دي الحلقات اللي عندي انا كنت هجرب الحلقات دي ولكن حستها صغيرة طبعا هتشفوها معي دلوقتي الحلقات انا شرية تلات مقسات ده المقس الصغير وفي مقس وسط وفي مقس اكبر فانا المقس الصغير دلوقتي لما جيت اركب حسته لأ صغير مش هياخد قطعتين مع بعض لان هنا انا لما هجي اركب الحلق انا محتاجة اوصل قطعة بقطعة فبصوا هنا هتلاحظوا حتى وانا بركب جاي ادخل بقى القطعة التانية بصوا بالطريقة دي ونبدأ ناخد القطعة التانية لقيتها ما دخلتش فجبتي حلقات الاكبر شوي فشيلت بقى خلاص دول وهبدأ ان انا اجيب حلقات اكبر عشان تشيل معي قطع كويس فلما تيجوا تجيبوا حلقات هتو مقسات مختلفة لان فعلا هتفرق معاكم وتسهل عليكم حاجات كتير لان ساعات قطعة بتبقى محتاجة حلقات كبيرة وفي قطع محتاجة حلقات صغيرة فانا خلي مالنا من الحتة دي فدي الحلقات بمقس الوسط هبدأ بقى ان انا بصو بحط كده الحلقة بطريقة دي وابدأ ان انا اهم حاجة تتحاولي وانتي بتركيبي تشوفي الاتنين مصبوطين مع بعض نفس الاتجاه ولا لأ نحاول نزبط الاتجاهات عشان يبقى الاتنين الوش هو اللي باين متبقاش واحدة وش هو واحدة ده فهو موضوع سهل ان شاء الله يعني مش معقد ولا حاجة بصو كده خلاص بقى الوش مصبوط نيجي نعمل برضو النحية التانية برضو بنفس الطريقة نركب كده ونبدأ نقفل طبعا الحلقات جامدة فهيتو الطقم بتاع عيدة الاكسسوار طقم عيدة الاكسسوار ده بنلاقيه في العدبة في مكان هناك بيبيعوا خمات الاكسسوارات تقدروا تجيبوه من هناك او ايه بقى صفحة اونلاين ببيع خمات تشتروا منها بصو كده دي اول حاجة اخر حاجة دي بقى خلاص انا بشوفها نشفت ولا لأ وهبدأ ان انا اركبها مع بقيه الطقم يارب الفيديو يكون عجبكم الحلقة بجد سهل وبسيط جدا فكرة سهلة يعني انا محبتش اعمل اول فيديو تعليمي صعب لا انا حبيتها بسطها عليكم ونعمل حاجة بسيطة جدا فالحلقة ده بصو مفيش اسهل من جدا مجرد ان احنا قطعنا العجين ومجرد الوان مايكة بس دينا افكتة حلو خلاص وركبنا وفيش اي حاجة يعني التشكيل بتاعه سهل مش محتاج ناس يعني فيه ناس تقولي طب انا مش عارف اتعامل مع عجينة السيراميك مش عارف اشكل لا ده مش محتاج تشكيل ده مجرد ان انت بتفريد العجينة وبالقطعات وبتعمليه اشكال حلقان حلوة قوي يعني فيه ناس بتعمل مشروع او بزنس خاص بها حلقان فقط ففي اللبس شكله شيك جدا بجدت مش قادر اقول لكم اعمل ازاي فجربوا الحلق ده وقلوا لي رأيكم ايه ويا رب يكون الفيديو عجبكم طبعا دي البريمة بتاعت الحلق بنركبها انا كنت شارية كل الحاجة دي اونلاين وذكرت برضو بتاع الحلق اللي بنعلق فيه بصو بقى هنا الشكل النهائي بجدت مش قادر اقول لكم اللمعة تحفة في حاجة اخيرة ان عجينة السيراميك منفعش تتعرض للميا بمعنى ان احنا لما بنخلص شغل بنرش طبقة ورنيش سبري او بندهن طبقة ريزن ونسيبها تنشع فما ينفعش ان احنا نطلع الحلق كده لانه لو جي عليه ميا او تعرض للميا بيبوز وخلاص كده الدنيا بوزت معنا تمام فدايما بنرش طبقة ورنيش سبري فنشوفها في الفيديوهات الجاية بازن الله ازاي بنعملها هنا الحلق بشكله النهائي اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم مكنش طولت عليكم بالشرح ولكن حب ان انا اقول لكم تفاصيل كتير اثناء الشرح عشان وانتو شغلين قبلتكم اي مشكلة تعرفوا الحلول بتاعتها تابعوا قناتي تابعوا باقي الفيديوهات تابعوا كورس عجينة السرامي هنعمل افكار كتير حلوة وجميلة بجد افكار رائعة الحلق ده تحفوشيك تقدر يتعملي لنفسك او لبنتك او كمشروع التجاري تابعوا القناة وما تروحيش في حتة بقى واستني فيديوهاتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته